عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد على أن الحكومة وضعت خطة شاملة لتطوير المنظمة التعليمية بمختلف جوانبها لسيما فيما يتعلق بتوفير عدد كاف من المعلمين على درجة عالية من الكفاءة وفي هذا الإطار أكد مدبولي ضرورة لالتزام بتعيين 30 ألف معلم كل عام على الأقل حتى يتم الانتهاء من سدي الفجوة في أعداد المعلمين